موسيقى شاهدين الكرام وسعيتم صباحاً نهلاً بكم إلى هذا الموعد الإخباري بداية تحيي الجزائر واليوم العالمي للوقاية من الفساد ومكافحتها المصادف للتاسع ديسمبر من كل سنة بهذه المناسبة تنظم اليوم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بشركة مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر تنظم لقاء تحت عنوان الشبكة الوطنية للنزاهة آلية لدعم المجتمع المدني والجزائر من بين الدول التي اتخذت جملة من الإجراءات وتدابير للوقاية من الفساد وحول الموضوع ومن المركز الدولي للمؤتمرات عبدالطيف رحال بالعاصمة تلتحق بنا الزميلة نيروز محمد نيروز أهلا بك ما هي أهم المحاور المطروحة في أشغال هذا اللقاء نعم مساء الخير مشاهدي الكرام مساء الخير زميلة العلجة نعم اليوم المحاور الكبرى المطروحة في النقاش اليوم في الحقيقة في اليوم العالمي لمحاربة الفساد والوقاية منها وهدف هذا اللقاء هو لقاء استشاري فقط زميلة العلجة يعني استشارة دولية لقاء دولي استشارة دولية ووطنية لوضع الترتيبات الأولية لشبكة الوطنية لمكافحة الفساد إذن هذه الشبكة تعتزم على دور المجتمع المدني كحجر زاوية وحجر أساس في مكافحة الفساد والوقاية منها حيث جاءت مداخلة سيد رئيس الهيئة أن المجتمع المدني هو حجر الزاوية وتكون هناك الجمعيات لها دور كبير في التبليغ عن الفساد وأيضا دور الإعلام أيضا في التبليغ عنه وأيضا هناك المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة يعني المجتمع ككل معني بالتبليغ عن الفساد وهناك أيضا قال محاور كبرى أيضا أولا زرع ثقافة نبذ الفساد أيضا ثقافة التبليغ عنها أيضا الإعلام يمغي أن يلعب دوره يعني كل هذه الحيثيات هذه الاستشارة الدولية يعني عن طريقة حضر عن بعض وأيضا المختصون الذين حضروا إلى القاعة سيجدون الكيفيات الكفيلة بتعزيز هذه الشبكة وزرع ثقافة نبذ الفساد والوقاية منه إذن المشاورات والمداخلات متواصلة حتى مساء اليوم سنوافيكم بأهم التوصيات التي سيخرج بهذا اللقاء سنوفيكم بها في النشرات الإخبارية اللاحقة وهو كذلك نيروز محمد شكرا لك على كل هذه الإضاحات إذن هذا وقد حضر اللقاء مستشار رئيسي الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه بالرمضان ومستشار رئيسي الجمهورية المكلف بشؤون الأمنية والعسكرية عبدالعزيز مجاهد والمقيمة الدائمة لمكتب الأمم المتحدة الإنمائي بليريتا أليكو وخلال نزوله ضيفا على برنامج هذا الصباح أكد الأمين العام للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته شعلال مولاي العربي أن من بين المهام المنوطة بالهيئة تكوين عديد الجمعيات بخصوص أبجديات مكافحة الفساد والوقاية منها وكونا في ذلك في تلثة أيام خمسة ستة وسبعة وثمانية أكتوبر كونا حوالي مئة وثلاثة جمعيات في أبجديات مكافحة الفساد والوقاية منها وأسبوع الماضي كونا حوالي ربعين جمعية هذه غير شهرنا كونا حوالي مئة وخمسين جمعية حتى تتمكن من وسائل الوقاية من الفساد ونعطوهم أبجديات وهذا التكوين يمر عبر ثلاثة مراحل المرحلة الأولى وهي الجذع المشترك نعطوهم الأبجديات تعمل كافحة الفساد وبعد فيه تكوين متخصص يعني الروح نتعمق وفيه تكوين ثالث وهو بما يسمى بتكوين المكونين حتى نعطي الآلية للمجتمع المادين حتى هو يصبح مكونا على الميدان يدفن جثمان أسق في الجزائر السابق أونغي تيسيه اليوم في الكنيسة الصغيرة القديسة مونيك التابعة لكاتدرائية السيدة الإفريقية بالجزائر العاصمة وهذا بدون حضور جمهور كبيرة هذا وكان جثمان أونغي تيسيه قد وصل ظهر أمس لمطر هواري بومديان الدولية صحيا الآن وفي جديد تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد سجلت أمسي خمسمائة واحدة وتسعون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي لتسعة وثمانين ألفا وأربعمائة وست عشرة حالة مؤكدة في حين تمثل لشفا تمانية وخمسون ألف ومئة وست واربعون من بينها أربعمائة وثمان وتسعون تمثلت أمسي للشفا كما سجلت أمسي في نتي عشرة حالة وفاة ليصل العدد الإجمالي لألفين وخمسمائة وتسع وثلاثين رحمهم الله تنمويا تحظى مناطق الظل بولاية تيلمسان باهتمام خاص لتدارك مختلف الاختلالات التي تشغل بال المواطنين حيث استفادت أكثر من مئة عائلة بمنطقتين زاغن وزاغو من خدمات الغاز الطبيعي محمد سلمي هنا والغربي لولاية تيلمسان تقع كل من منطقة تيزاغن وزاغو النائية التي يعاني سكانها الأمرين نظرا للنقص في المشاريع التنموية أخيرا استفادت أزياد من مئة عائلة من خدمات الغاز الطبيعي لتودع بهذا معاناتها مع اقتناء قارورات غاز البطن كنا للقراءة خطرت تكرير لوتو بشي تحوس عليها ما توصلك شلانا اللي ما عندوش قصدفيل هو اللي يعرف هو يعرف علش المعانات هذه كبيرة ما اللي عندو قصدفيل من بكري ما يعرفش هذه المعانات ودروك الحمد لله اللي ودروك الحمد لله عند تفيني داع هذا المشروع من مناطق الضل ستبلغ قيمة تغطية لولاية تيلمسان الإجمالية بشبكة الغاز الطبيعي 97% وزيادة على هذا قمنا ربط 31 عملية في إطار مناطق الضل 20 منطقة استفدت من الكهرباء 11 منطقة استفدت من الغاز كلها راح تكون حيز الخدمة نهاية هذه السنة الجارية إن شاء الله تحقيق هذا المكسب جعل الساكنة يتطلعون للظفر بمشاريع تنموية أخرى لهذه المنطقة طرقات استراتيجية مثل طريقين موجودين بالقرية وهما الطريق الرابط بين بلدية من خلاد وقرية زاغو هو الطريق الرئيسي وطريق الآخر المار بالجبل يمنح القرية بناء حياة جديدة وأيضا يفتح لها المجال نحو التنقل السياحة والتجارة فيه توسع لبعض الطرقات وأيضا إعادة الاعتبار لها لأنها كانت في وضعية جد ومتدهورة وبالتالي هذا كله من أجل توفير ضروريات لهذه المواطنين باش تنقلوا بأريحية مشروع الغاز تحقق ومشاريع أخرى تنتظر التجسيد تم أمس بولاية جيجل توقف نظام البث التلفزي التماثولي الأرضي والتحول إلى نظام البث الرقمي الذي يضمن جودة عالية للصوت والصورة وذلك بمحطة البث مزغطان العملية تندرج في إطار تحسين الخدمة العمومية وتقديم صورة وصوت بجودة عالية للمواطن نوردين بن عمصة اليوم ينتهي العمل بنظام البث التماثولي الأرضي بولاية جيجل ويستمر البث الرقمي الأرضي العملية تدخل ضمن استراتيجية الدولة لتعميم البث الرقمي عبر كامل الوطن حتى يستفيد المتلقي من خدمة عمومية جيدة صورة وصوتا الفرق من التماثولي والرقمي التماثولي من ناحية الجهاز جهاز جهاز كبير جدا من ناحية الرقمي الجهاز تكون سقر سيري سيستم دو كومباكتاش ثانيا من ناحية الثاقة الجهاز التماثولي يكلف طاقة كثيرة أما بالنسبة للجهاز الرقمي فهو جهاز لا يكلف طاقة كثيرة هي المرحلة الثانية من عملية التوقف عن البث التماثل الأرضي عبر الوطن التي انطلقت يوم 17 جوان 2020 تطبيقا للاتفاق مع الاتحاد الدولي للاتصالات الجزائر ومؤسسة البث الإذاعي والتلفازي بدأت منذ 2010 وهي تستعمل الرقمي لأننا اليوم توقفنا لأنه التماثول الرقمي ولاية جيجل مو نسبة عالية سمحت لنا بالتوقف المناسبة انباسكولمو راهي يسير كما لاحظت قبلك يطفي التماثولي مايتوقفش الرقمي إذن سكان ولاية جيجل متأكدة أنه ما حسوش محسوش أنه هناك توقف تليفزيون والإذاعة تعطي له حقه في مضمون الخبر ومؤسسة البث الإذاعي والتلفازي تجيب أي تقنية كانت لإيصال الصوت والصورة إلى المواطن حيثما كان لأنه رأسمال المؤسسة متوقع أن تنتهي العملية مع بداية الثلاث الأول من السنة القادمة وبذا يصبح البث أكثر دقة باستخدام أحدث التكنولوجيات المعمول بها دوليا وهكذا ترقى الخدمة إلى مستوى تطلعات المشاهد الجزائري في شأن الصحراوي أعلنت وزارة الدفاع الصحراوي أمس في بيانها العسكري رقم 26 أن وحدات جيشيات تحريرية الشعبية الصحراوي تواصل هجماتها مستهدفة قواعد ومراكزات جمع قوات الاحتلال المغربي خلف الجدار العسكري بمنطقة القرقرات حيث شملت الهجمات عدة مواقع على غرار منطقة ودي أم كربة بقطاع المحبس وقواعد جنود الاحتلال في روس وديات شديدة بقطاع الفرسية وأمدقن في قطاع البكاري وشمال غرب أحريشت ديرت بقطاع حوزة في مستجدات فيروس كورونا عبر العالم تجاوزت أوروبا عتبت العشرين مليون إصابة بفيروس الكوفيد قبل الولايات المتحدة التي أحصت أمس نحو مائتين واثنتين وعشرين ألف إصابة جديدة بالفيروس في يوم واحد وبلغت الحصيلة الإجمالية للمصابين بالبلاد أكثر من خمسة عشرة مليون إصابة مؤكدة وبعد مرور عام من اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا بدأت اليوم كبرى المخابر العالمية في إنتاج وتسويق لقاح ضد الوباء لقاح تنتظر منه وشركات الكبرى جني أرباح طائلة تقول وسيلة بن بشية في وقت يجري فيه الحديث عن مدى نجاعة اللقاح صحيا مع بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في بريطانيا النقاش في سوق الدواء يأخذ منحا آخر إلى أي مدى سيكون هذا النشاط مربحا للشركات التي عملت على تطوير اللقاحة بعد عام من الأزمة الصحية التي يعيشها العالم أعلن أربعة مطورين عن نجاعة لقاحاتها الأول لقاح فايزر وموديرنا الأمريكيتين ثم لقاح إكسفورد ولقاح شركة استرازينكا السويدي البريطانية ولقاح سبوتنيكا الروسي وكانت الأنظار موجهة إلى شركتي فايزر وموديرنا الأمريكيتين لتكون لها الحصة الأكبر في سوق الدواء لكن لقاحاتها باهظة ثمن تتطلب سلسلة تبريد للنقل والتخزين في حين أن لقاح استرازينكا لا يتطلب سوى ثلاجة المطبخ لتخزينه وفي المقابل نجد أن مستثمري وولستريت كانوا يضخون الأموال في أسهم شركات اللقاح الأمريكية ومن هنا تبدأ المشكلة فشركات تصنيع الأدوية التي ضخت أموالا لتطوير اللقاح في النهاية ليس هدفها فقط القضاء على الوباء ولكن تنتظر عائدا ربحيا خاصة وأن اللقاحات ليس مثل باقي الأدوية التي تجلب أرباحا طائلة في ظل وجود ضغط كبير لخفض تكلفة لقاح كوفيد-19 لتوفيره على مستوى العالم ويتوقع أن تصل عائدات اللقاح إلى عشرة مليارات دولار سنويا حتى يتوقف خطر الفيروس على الصحة العامة الذي قد يستغرق سنتين وهو رقم ضئيلة مقارنة بما تجني شركات الأدوية في بعض العقارات التي تصنعها بشكل دائم والمنافسة ستحتدم بوجود 48 لقاح ضد كورونا في مرحلة التجارب السريرية على البشر تنتجها العديد من شركة الأدوية بين شعار الأرواح قبل الأرباح الذي تتبناه بعض الجمعيات والمنظمات الحقوقية والمنافسة الشارسة لشركات الأدوية بحثا عن عائدات ربحية تبقى النجاعة الصحية للقاحات أمل البشرية لمحاصرة الوباء ونختم النشرة من حسن شرشال جمعية فنية يتكون أعضاؤها من الشباب المثقف جمعهم حبهم للتاريخ والتراث واستطعوا أن يساهموا في الحفاظ على تاريخ المدينة من الاندثار وإعادة تصنيفها وإحياء معالمها فاطمة جغادر في هذا الروبورتاج جمعية حسن شرشال تجند أعضاؤها للحفاظ على تاريخ المدينة من الاندثار وإعادة تصنيفها وإحياء معالمها تقوم الجمعية في الفترة الحالية بإعداد عدة ملفات تصنيف لمعالم تاريخية وأثارية هنا في مدينة شرشال نخص من ذكر الكارفان سيغاي مدرسة الشابيبة وكذلك برج النابوت هذا المعالم كان عندهم دور كبير في تاريخ مشق قديم بزاف في مدينة شرشال الحسن العثماني واحد من بين هذه المعالم التي أعيد تجسيدها في مجسم ثلاثي الأبعاد بعد أن تم تمس معالمه من طرف الاستدمار الفرنسي نقيشة عثمانية بمتحف الوطني العمومي لمدينة شرشال هذه كانت الانطلاقة لمحاولة تعريف بتواجد هذا الحسن العثماني في المدينة في إطار النشاطات العلمية نظرنا هذا اليوم الدراسي وعارضنا أستيدة وباحثين قاموا بعدة مداخلات والنتيجة توجه هذا اليوم الدراسي فيما بعد باستخلاص معلومات حول هذا الحسن والنتيجة يقدمناه هو تشييد هذا المجسم ليعيد لنا تصوير الحسن المتواجد الحسن العثماني الذي شيده عروج سنة في القرن السادس عشر والتي كانت متواجد في مدينة شرشال شرشال مدينة أثارية لازالت أطارها ومعالمها التاريخية شهدة على قدمها ورقي حضارتها وأن تتزور المدينة تستقبلك معالم ومسارح مفتوحة على قارعة التاريخ تحكي أسراراً لازالت غامضة إلى يومنا هذا بسحر شرشال نصل إلى الختام شكراً لكم على كرم الإصغاء والمتابعة لكم بخير اشتركوا في القناة